يوم مشمس وجو حار وعرق شديد هكذا يشتكي الناس من حرارة الصيف لكن المؤمن يأخذ منه عبرة وعظة فيرى جريان الشمس دليلا على قدرة الله ووحدانيته قال تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم ويذكره حر الصيف بنار جهنم قال النبي صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير وكل حر ونار في الدنيا فهو تذكير بنار الآخرة ليسعى الإنسان للنجاة منها بالعمل الصالح قال تعالى عن نار الدنيا نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين تذكرة قال مجاهد أي تذكر النار الكبرى والمؤمن لا يمنعه الحر من القيام بالواجبات الشرعية كالصلاة في جماعة والصيام قال عامر بن عبد قيس لما حضره الموت ما أبكي على دنياكم رغبة فيها ولكن أبكي على ضمأ الهواجر أي الصيام في الصيف وقيام ليل الشتاء وترك الواجبات لأجل الحر من صفات المنافقين قال تعالى فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون وإذا أزعج الحر المؤمن تذكر نعمة الله في اعتدال الجو أو الجلوس في المكيفات أو الضل فحمد الله على نعمه قال تعالى واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون ويحرك الحر في قلب المؤمن مشاعر المواساة فيسعى لتخفيف الحر عن الفقراء بتغاء وجه الله كأن يشتري لهم مراوح أو مكيفات أو يتصدق عليهم بالماء البارد أو يغرس شجرا يستضل به الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة